مشاهدين الكرام اهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من اول قناة اخبارية في الجزائر اذا حسب نشرية خاصة من مصالح الارصادة الجوية تساقط امطار مرفوقة ببرد بدءا من الجمعة السادسة مساء على كل من الشلف عند فلاتي بازال جزائر العاصمة بومرداس لبليد المدية وتيزيوزو وكمية الامطار متوقعة بهذه المناطق قد تتعدى محليا 40 مليمتر هذا الى غاية السبت الثالثة الزوالا امطار مرفوقة ببرد مرتقبة كذلك على شرق البلاد بدءا من الجمعة السادسة مساء على كل من بجاية جيجلسكيك داعنابا الطرف سوغهراس قلمة اوملبواقي قسنتينا ميلة سطيف وبرجبوري ريج وكمية الامطار المتوقعة ممكن تتعدى 60 مليمتر هذا الى غاية الاحدى التاسعة سباحا في نشرية جوية ثانية من الارصاد الجوية ثلوج مرتقبة بدءا من ليلة الجمعة على المرتفعة الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 700 متر وسمكة الوج قد يتعدى 20 سنتيمتر هذا الى غاية الاحدى التاسعة سباحا نسهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا اجواء مغشات على اغلب المناطق الشمالية للوطن نسل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الجمعة بداية بالصباحة نتوقع تقص غير مستقر غائم وممتر على غرب ووسط البلاد سماء مغشات لغائمة على المدن الشرقية بالجنوب جوى مشمسة عموما على مجمل المناطق الجنوبية للوطن مع تشكل صحب كثيفة نوعا ما على الهجار وتسلي تطاير بعض الرمال على شمال الصحراء والوحات درجات الحرارة الدنيا لصباحة الجمعة تصل بإذن الليلة 12 درجة على وهران 10 درجات على الجزائر العاصمة تيزي وزو عن نابا 6 درجات على قلمة درجتين على سطيف وبتنة 4 درجات على التيارة 10 درجات على عين سلح 9 درجات على منطقة تيندوف وأدرار 12 درجة بعين قزام 8 درجات على إليزي جانات وتمنرست في ظاهرة الجمعة نتوقع جوى غائمة مصحوبة بأمطار أحيانا رعدية مرفوقة ببرد كذلك على كل المناطق الشمالية للوطن بالجنوب جوى مشمسة عموما على مجمل المناطق الجنوبية مع تطاير للرمال على شمال السحراء والوحات سحب عابرة على الهجار والتاسيلي درجات الحرارة القصوى لظاهرة الجمعة تصل بإذن الليلة 16 درجة على وهران والجزائر العاصمة 8 درجة على تيزي وزو عن نابا 20 درجة على قلمة 12 درجة على سطيف 27 درجة على عين سلح 25 درجة بأدرار 27 درجة على إليزي جانات وتيندوف و30 درجة كأعلى مقياس على منطقة عينجز نسأل بكم مشاهدين لحالة البحر اليوم الجمعة سيكون بإذن الله مضطر بلا هائج على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح جنوبية غربية إلى غربية تتروح سرعة تامة بين 40 حتى 60 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية البحر سيكون مضطر بلا هائج ليلا مع رياح شمالية شرقية تتروح سرعة تامة بين 30 حتى 40 كم في الساعة قبل أن نختم نشتنا الجوية نتجه اليوم لولاية جيجل والتي تقع في الشمال الشرقي للبلاد تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 360 كم فإن الأجواء بها يومي الجمعة والسب تكون غائمة وممطرة لتتحسن الأجواء تدريجيا تدريجيا نقول بدءا من الأحد المقبل مع درجات حرارة دنيا تتروح ما بين 6 و 8 درجات أما القصوى فما بين 11 و 18 درجة الريح فيها ستصل إلى 40 كم في الساعة من نسبة الرطوبة حوالي 60% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي يوم الجمعة والله أعلم شكرا لكم على تيب المتابعة في يامن الله شكرا لكم